هذا الكلام اللي قلت لك راح يفجر الدنيا لأن هذا في بعض مستندات يعني أنا قدر أوريك مستندات اخذت قرار وقرار خاطئ كل القرارات الوزارية ما تعل على الدستور طبعاً اللقاح هذا اللقاح الكوفيد علي كثير علامات استفهام أنتوا بالضبط شنو توجهكم؟ كلمة التخبط هذه قمت أسمع حوائنا قفات الحكومة بداية الأيام قالت لك اللقاح هذا اختيار قلت الحين تفرض عليه إجباري ما حد يسافر إذا بهذه التخبطات أنا شلون أقتنعب قراراتك وأثق فيها بديرتنا وتمنعونا من حرياتنا تمنعونا من وناستنا غاصب التلقح عشان تدخل سينما مهناتها هاي احنا صارنا بغابة جدل واسع ولويا صارت في مواقع التواصل الاجتماعي تحت هاشتاغ نرفض التطعيم الإجباري وفجأة صار ترند رقم واحد بالكويت وفي الوقت نفسه تزاحمت الصفوف في مراكز التطعيم بشكل غير مسبوق هل أصبحت لكويت سجن مركزي كبير؟ كويت نايتين طلع من مسألة السيطرة الآن أصبح التحصين هو السبيل للخروج بشأن الضوابط الخاصة بالسماع بسفر المواطنين قدمت تطعيما ما زالت تحت التجربة في مرحلتي الأولى مو أنا منظمة الصحة العالمية بجائحة مرحلة كويت نايتين معانا إلى يوم القيامة معانا إلى يوم القيامة القرار الأخير لمجلس الوزراء كان مفاجئا وصادما لأنه غير مسبوق عالميا لا توجد أي دولة ديمقراطية ذات نظام صحي متقدم حول العالم أجبرت مواطنينها إذا أرادوا أن يتمتعهم بحقوقهم الدستورية في السفر أو في التنقل أو غيرها على التطعيم لا توجد دولة معكم الدكتور متخصصة في التقنية الحيوية وصناعة الأدوية البيولوجية واللقاحات طلبت من فريق العمل عدم تصويري بشكل واضح لأسباب شخصية فيروس الكورونا هو فيروس يعتبر وهو فيروس سريع في التحور فسواء قاعدين نطعم بشكل سريع أو فيروس كورونا ما رده بيتحور يحق للدولة الموافقة على دخول الزائرين أو رفضهم ولكن هل يحق لها منع سفر المواطنين لأي سبب من الأسباب بما فيها شرط التطعيم للسفر؟ لا يحق لأي دولة أنها تمنع مواطنينها من السفر إلا في حالات معينة صدور أحكم قضائية سواء جزائية أو مدنية مفهوم الأمراض السارية هي الأمراض المعدية التي تنتقل من شخص إلى آخر تكون حادة وتكون فترة الإصابة فيها قد تكون قصيرة بس ما تعتبر مرض مزمن وقابل للعلاج بإذنه قانون الأمراض السارية اللي رقم 8 على 1969 حدد صراحيات معينة للوزير في أن يعزل المناطق في أن يمنع التجول في أن يحدد أطباء معينة يكلفهم بس لما من ينتكلم على تعريف الوباء أو الجائحة وهذا طبعا التعريف مع المنظمة الصحة العالمية حتى التعريف مبهم لأن حطي لك التعريف طبعا أنا بترجمة إن زين أن يقول لك هو مرض يصيب عدد كبير من الناس أو عدد ملحوظ مش كبير عدد ملحوظ من الناس significant number of people وينتشر على مناطق جغرافية واسعة يعني أنت مثلا المرض الساري ممكن يكون بس موجود عندك في الدولة هذه بس الجائحة تنتقل يعني تكون واسعة الانتشار وتكون تصيب عدد ملحوظ من الناس وحتى يقول لك أنها تعبر الحدود قانون الأمراض السارية 669 يخول المسؤولين في وزارة الصحة لأنه حتى بما معناه طبعا للدخول إلى المنزل أنه يعني للتطهير أو للقيحة ومعرف حك شنو بالضبس أنه معناتها هاي حنا صرنا بغابة يعني هذه وايد عليها تساؤلات قابلة أنها تثار وقابلة أن يتم الطعن فيها لأنها من حقي أنت قاعتي تتعدى على خصوصيتي وقاع تتعدى على حرمة بيتي وقاع تتعدى على حرمة جسدي هنا لازم الكل يطق بريك لازم الكل يطق بريك وتحرص ألف مرة قبل لا يعيش الدور بهذا القانون وحيط المجلس علما بقرار وزير الصحة بشأن الضوابط الخاصة بالسماح بسفر المواطنين وكلف وزارة الداخلية والجهاد ذات الصلة بتنفيذ هذا القرار السفر والتجمعات الخاصة بالمنازل تسببا في ازدياد أعداد المصابين ما دفع وزارة الداخلية بالإعلان عن بدء تطبيق العقوبة ما بين حبس لمدة ستة أشهر أو الغرامة المالية بعشرة آلاف دينار للحد من التجمعات العامة والخاصة لم يحدد المشرع أنه يمنع سفر المواطني بعدين القانون هذا صدر في سنة 1969 في وباء معين وفي ظروف معينة طبعا اختلفت عن الوضع الحالي حتى لو كوفيد دخل فيه لأمراض السارية ما يخول لشخصيا أنه يتخذ مثل هذا الغرار اللي هو يمنعني من السفر كل القرارات الوزارية ما تعل على الدستور يمكن يطلع واحد ويقول يبا الناس يشعرفهم ش اللي فيدهم ش اللي يضرهم الحكومة أبخص بس لحظة صج الحكومة أبخص تنظيم مسألة التنقل حق للدولة والله أنا مثلا أقيد ذهابك للدول شديدة الخطورة أنا أمنعك من الذهاب للمكان الفلاني ولكن أن يكون بهذا الشكل أنا أمنعك من الذهاب لأي دولة حول العالم حتى لو كانت الدولة مستعدة للقائك وحتى لو كانت الدولة ذات وضع صحي طيب وجيد ولا يوجد بها أي نوع من الحضر أو الإجبار بالتطعيم هذا قرار يعني أنا أصفه بتخبط حكومي صجنا وزارة الصحة أكدت أن اللقاح مو إجباري بس ما تتوقعون أن شرط التلقيح للسفر شكل من أشكال الإجبار غير المباشر؟ إحنا بالكويت إلى اليوم لم نطلب أن يكون المسافر حاصل على التطعيم للسفر بخصوص قرار منع المواطنين غير المطاعمين من السفر أشوف أنه قرار ما لأي صحة علمية أو صحية لأنه بالنهاية إذا أنت منعت المواطنين غير المطاعمين من السفر فأنت عندك مقيمين يعدين يسافرون هذا أولاً فممكن المقيم يسافر لأي بلد ويرجع وحامل الكورونا هذا شيء شيء ثاني السلالات المتحورة حتى المتطعم ممكن أنه هو يصاب بالسلالة المتحورة ويرجع ويعيب هوية يعني حتى لو كان ماخذ جرعتين احنا شفنا في حالات طعمة طعيم واحد جرعة واحدة أو جرعتين والأثمين وصيبوا بالكورونا وكذلك يعني فيه بعد شيء استغربت منه اللي هو القرارات اللي تخص المسافرين مثلاً الحين فيه ناس تطعموا جرعة واحدة من نقاح أوكسفورد وعندهم شهادة تطعيم ويقدرون يسافرون والناس فيه ناس صار فيهم كورونا يقولك لي صار فيه كورونا وبعدين تلقى جرعة واحدة فهذا عادي نطيش يعني فيه تخبطات فيه الأمور اللي الحين مواضحة يعني أظن أن الأمور اللي الحين حتى مواضحة حتى عند الجهات المسؤولة يعني فلذلك أظن أن القرار كان يفي لدراسة أكثر وما أظن أن له أي أسس علمية صحية قد يقلل من الأزمة الحاصلة أظن أنه هو أداة فقط للضغط ليجعل الناس يطعمون لأنه الحين صيف والكياب يسافرين من المفارقات أن كثير من الوافدين سمحت الدولة بدخولهم للبلد باستثناءات اللجنة العلية لجاعة كورونا هذه اللجنة علية بمجلس الوزراء تعطيل التجار ولأصحاب الحاجات ولحالات الإنسانية استثناءات هذه لم تفرض علي أحد أن ممنوعتي إلا بتطعيم كلهم قالت لهم ممنوعتي إلا عندك فحص بسيار ولكن ما قالت ممنوعتي إلا بتطعيم أيضا وزارات مثل وزارة الأوقاف وزارة التربية وزارة الصحة مثبت أن قرارات مجلس الوزراء سمحت لهم باستقدام كوادر وموظفين فلماذا على هؤلاء الوافدين أنت سمحت بدخولهم من الخارج إلى الداخل يعني هذه أكبر مخاطرة صحية وطبية دون اشتراط التطعيم بينما مواطنك اللي يبيهج يعني بيطلع إلى الخارج ومطلوب أنه فحص قبل وفحص بعد وحجر عندما يأتي بعد السفر بتقول له لا لابد أن تطعم هذا يعني قرار غير مسبوق وقرار مستقرب وندعوهم للتراجع عنه موضوع ذكر اللي هو التخبط في القرارات أنا حس كلمة التخبط هذه قمت أسمعها بأي وقمت أتساءل أنا مع نفسي شنو معنى تخبط؟ معنى تخبط إذا قمت بقرار أتخذ قرار بمو محلة يعني مثلا إن كانت عدد الإصابات قليلة وأقوم أنا أخذ قرار بنقول نبي نعمل كذا وكذا ولما يكون الحالات مرتفعة أقول لهم إحنا ما أخذين قرار بيش ناخد قرار؟ هذا هو التخبط قلوا لي مرة واحدة إحنا خذينا قرار مو بمحلة طالما إحنا بشر بنرتكب أخطاء وبنراجع أخطاءنا ولن نكابر بنعترف أن إدارة أزمة صحية مثل هذه بنخطئ ثم نخطئ ثم نخطئ مما زاد استغرابنا بأن الحكومة ذاتها اللي قاعد تقول يجب عليك أن تطعم وممنوع عليك السافر إلا بتطعيم هي ذاتها الحكومة العاجزة عن توفير الجرعة الثانية لمن تلقوا تطعيمهم أنا وألاف المواطني تلقينا جرعة أولى من أكسفورد وحتى هذه اللحظة لم توفر لنا الدولة الجرعة الثانية من هذا التطعيم فكيف أنت تعاني من نقص في جانب ثم تريد أن تضخ أعداد جديدة من المواطنين إلى سلم وطابور التطعيم من جانب آخر يعني سمعنا بعض الاختراحات الطريفة والمخيفة حقيقتين وكما يقولون شر البلية ما يضحك بأن الآن هناك نية لخلط اللقاحات يعني أنت عطناك أكسفورد ما لقيناك جرعة ثانية أكسفورد ما يخالف قزر حالك مش أمورك في جرعة ثانية من نوع ثاني هذه تزيد القلق والمخاوف لدى الناس يتسائلون أيضا عن شغلة مثلا يقولون يعني يقولون أنت مثلا أنت مع اللقاح ضد اللقاح تبين الحكومة يتيب اللقاح يعني سؤال عادي اللقاح بما أنه هو يعتبر أحد وسائل الوقاية من كوفيد الحين وهو من الأفضل أن الحكومة تيبة بس لا يشترط أنها تفرضة عليه طبعا هم قاعد يقولون لك أننا محاطين أجباري بس أنت بعد شوي وتخلي النفس علي محسوب ورح تربطه باللقاح بس السؤال الأهم هل نحتاج لقاح لحمايتنا من مرض تتجاوز نسبة الشفاء منه 90%؟ يعني العاقل إذا أفكر بهذا الأمر رح يشوف الجواب الجواب موضح وموضحته يعني منظمة السي دي سي منظمة السيطرة على الأوبيئة والأمراض الانتقالية يعني قالتنه من نسبة الوفيات اللي من نسبة من صفر إلى 19 سنة لعمارهم من صفر إلى 19 سنة يعني مرض بين نسبة شفاء أكثر من 99% هل تحتاج لقاح؟ يعني بالعاقل وأصلا المرض مرض الكوبيد ليس مصنفه من أخطر عشر أمراض بالعالم ما موجود تصنيفه فأنت يعني من إيش خايف؟ المرض ليس خطير هالشي يثير فينا مخاوف من أن يوصل القرار جوانب ثانية من حياتنا مثل أن يكون التطعيم شرط للدراسة ويمكن باتشري يقولولك ما تداوم إلا لما تاخد التطعيم لا ويمكن يكون شرط لصرف الراتب بعد أنت مو مطعم؟ أنت مو محصن نفسك؟ ليش خايف مني؟ بعتخلوا الدولة باسم الملقحين تمسوون تفريقة بالشعب؟ تمسوون مشاكل بينها بين بعض؟ ما حد يدخل السينمة بس نمطعمين يعني أنا مو تمطعمة أنا ممطعم أنطرها برّه؟ هل رح نشهد عصر من الدكتاتورية العلمية؟ أو بحجة إنكم ما تعرفوا مصلحتكم؟ إحنا نحميكم ونراكم هناك دكتاتورية علمية حاصلة يتم استخدام أدلة علمية قد تكون هذه الأدلة العلمية قوية لكن يتم استخدامها بشكل خاطئ لترويج أو لإصدار قرارات عشوائية وهذا اللي قاعدين نشوفه بأغلب دول العلم ترى في كثير من كثير أنا عرفهم شخصياً وفي كثير ما عرفهم مش شخصياً خايفين يطلعون للإعلام خايفين يطلعون رؤوسهم وخايفين ينفصلون من دواماتهم كثير ناس عرفهم يدامون في وزارة الصحة ودهم يطلعون في لقاءات ودهم يطلعون في ندوات ودهم يطلعون في السوشال ميديا ودهم يبينون آراءهم مثلاً الطبية وأبحاثهم ودراساتهم ولكن خايفين يقول لي طبيب الصحة صديق يقول لي إحنا مجموعة من الدكاترة معارضين للتطعيم فينا خير نقول إن إحنا معارضين راح يتهموننا بالجهل راح يقولون لنا إن إحنا ما نفهم راح يهمش راينا فيقول نسكت ما نتكلم كلش نهائياً وهناك اختلاف كبير في الغرب إحنا نظل دول العالم الثالث وش معنات دول العالم الثالث؟ يعني معنات إن أي شيء تقول منظمة الصحة العالمية أحنا ننزوي قالت زين إحنا نقول زين قالت مو زين إحنا نقول مو زين الحين قالت زين نقول زين بعد شعر قالت مو زين احنا بنرد نقول مو زين فإحنا نظل ناس تباQUE لمنظمة الصحة العالمية بعض الأنشطة مو إحنا اللي رتبها مو أنا ولا الأطباء رتبوها منظمة الصحة العالمية وان قالت في البرزنتيشن الغريب إنه في دولة الكويت يعني في الوزارة عند وزارة الصحة انتقائية في القرارات بمعنى لما وزارة المنظمة الصحة العالمية قالت إنه ما يصير ربط التطعيم بالسفر الكويت شلبت قالت لا إلا التطعيم مع السفر أنتوا بالضبط شنو توجهكم نبي نعرف هل أنتوا تأخذون تعليمات منظمة الصحة كاملة هل أنتوا عندكم استقلالية في القرار ولا أنتم مدودهين قرار منع السفر ليصدر رئيس الوزارة طبعا قرار غير دستوري ويفتقد للمهنية لأنه في مخالفة للدستور والقوانين الدستورية اللي هي مادة 29 و30 و31 اللي نظمت هذا الأمر حتى لو وزير الصحة أو رئيس الوزارة أصدر قرار في منع السفر المفروض هذا الغرار يجب إحادته أصلا إلى مجلس الأمة للتصويت عليه للنظر مدى دستوريتها ومدى عدم دستوريتها بس الحين حاليا الوضع أنت شايف يعني ما في مجلس الأمة ومجلس الأمة مختطف نهائيا حتى ما نقدر نوصل صوتنا حق أي جهة التطعيم مطلوب لتحقيق المناعة المجتمعية مثل ما تقول بعض الأوساط الطبية لكن حتى السلطات الأمريكية ما تقدر تفرض اللقاح على شعبها رغم أن أمريكا مضضررة من كورونا أكثر من الكويت لسبب واحد هو أن اللقاح أخذ الإذن للاستخدام الطارق فقط Emergency Authorization الاستخدام الطارق هو هم بعد شيء مدرج في البروتوكولات التي تستند عليها الشركات الدوائية يحق لهم كشركات دوائية استناداً على هذه البروتوكولات والguيدلاينز أنهم ينزلون دواء أو لقاح بشكل مستعجل في حالة الأبداميك أو البانديميك فهذه الرولز التي مشيت عليها شركات الدواء والغذاء الاستخدام الطارق يعطي الحق لهذه الشركات بتقليص المطلوب منها بإعداد الدراسات فبدالما تأخذ راحتها يعني مثلاً سنة سنتين خمسة سنة سنة لا يصير فيه overlap على الدراسات بشكل مستعجل فعلشان تخلص بسرعة وقبل أن تأخذ التصريح النهائي لنزول السوق وقبل أن تكمل الدراسات تبرح الدواء هذا لأنه عندنا حالة طوار وقاعد يصير فيه ما نقول نوع من الإجبار العلني لكن إجبار بطرق أخرى فما بالك إذا الشركات الدوائية هذه اطلعت من بند الطوارئ وخذت التصريح الكامل في ناس راح تقول لك خلاص يعني هيكملت الدراسات كلها أنت قبل كنت خايف لأنه أنت كنت تقول لي أنه لا زال تحد بند الطوارئ لكن اليوم هما قالوا أنه كملوا دراساته فلت ليش خايف إحنا ما نقول أن اللقاحات المطروحة غير آمنة هي سجنها تخطط معايير السلامة والفعالية لكن عشان تثبت فعاليتها وتكون فعاليتها أعلى من أضرارها الجانبية راح تبقى تحت إذن الاستخدام للطوارئ فقط الموضوع ليس موضوع بين الطوارئ أو غيرها الموضوع أن حرية الاختيار المفروض تكون موجودة عند الجميع في ناس راح تقول لك لا بس حرية اختيارك تقف عند الموضوع إذا كان يضرني أنا ويضر المجتمع وما أظن أن الموضوع هذا صحيح الناس اللي تطاعمه على حسب كلام الشركات الدوائية أنه خلاص وهو محصن كلامهم هذا عدل فإذا أنت محصن من أن تطور عندك الأعراض الجانبية اللي قد تدخلك إلى العناية المركزة أو تؤدي إلى الوقات فأنت ليش خايف من انتقال الكورونا لك من غير المطاعم ليش خايف من غير المطاعم إذا أنت محصن ولن ينتهي الوباء إلا بوجود لقاح أو وجود علاج للسيطرة عليه 11% تقريبا من المواطنين الذين يستعطيعون الحصول على اللقاح جميع الأطفال لا يستطيعون أخذ اللقاح في الفترة الحالية فمعناها الفيروس سيكون موجود ويتكافر وينتقل من طفل لطفل وقد يعدي أبوه يعدي أمه يعدي جدة طبعا اللقاح هذا اللقاح الكوبيد علي كثير علامات استفهام وليست الأغراض والأهداف هي أهداف طبية عندهم أكو أهداف سياسية أكو أهداف تجارية سياسيا وتجاريا يعني سياسيا الإغلاقات هي أدت إلى الانهيارات الصادية دول انهارت فسياسات دول يعني تحطمت بسبب الجائحة ليست هناك أي دولة في العالم إلى تاريخ اليوم أثبتت أن ما في حالات عندها أو نجحت في الضغلب على الكورونا بسبب التضيئ ترجمة نانسي قنقر ما معلوم الأضرار الجانبية أنت وحظك تأخذ اللقاح قد ما تظهر عليك شيء تأخذ اللقاح قد تظهر عليك أعراض يعني شديدة قد تؤدي للوفاء على الأمد القريب كشفة المشاهدات العينية على أن لقاحات الكوبيد تسبب أعراض جانبية مشابهة للذي تم تسجيله في التجارب السريرية الشركات المصنعة للقاحات أجرت تجارب سريرية ووثقت مجموعة من الأعراض الجانبية الطابقة ما هو موجود على أرض الواقع الطابق مع مسجلة الشركات هذا على المدى القريب أما على المدى البعيد فما أحد يعرف لا أحد يعلم إذن ما الذي سيجري هنا أنا أطلقت وصف يكون قاسي قد يكون قاسي ولكن هو هذا الحقيقة أسميتهم فئران تجارب فئران تجارب هم المتطوعين اللي راح يأخرون اللقاح راح يتم دراسة التأثير على المدى البعيد وتوثيق كل الملاحظات وكل المشاهدات عليه آسف لهذا الاصطلاح ولكن هذا الاصطلاح حتى استخدموا أوروبيين وأمريكان وحتى إنجليز قالوا يعني لا يوجد غير هذه التسمية ببساطة لأن اللقاح لن يصمد أمام أي متحور جديد اليوم كنت أمني شخص يقول لي أنا صرت عصبي من خلية اللقاح هذا حسيت أن الموضوع هذا كأن كائن دخل جسمي وقام يتحكم في أعصابي طبيا لو كان اللقاح ناجح بالعكس كنا إحنا أول نص يعني نصحنا وحثينا الناس على أخذه ولكن هو الحقيقة بالوحقيقة لم يثبت نجاحه الفيروس راح يكمل إنه يتحور بشكل سريع سواء كانت حملات تطعيم بطيئة أو سريعة الفيروس راح يكمل ويتحور لأن ما عندنا إحنا مساواة في توزيع اللقاحات على سبيل المثال يعني يقول لك إن إحنا نزلنا اللقاحات علشان الفيروس هذا ما يتحور بالكويت مثلا أو بالدول هذه لكن مثلا قاعد نشوف إحنا بالهند وفي دول فقيرة جدا يعني يصر عندها تحورات الحين لابد أن أنت تستخدم عمالة بيوم الأيام من هذه الدول فراح تتيب لك نوع المتحور الآن الحاجة إلى جرعة الثالثة والسبب المتحور الهندي فالآن يحمون الشركات اللقاحات يحمون حول الـ FDA يريدون موافقة لإعطائهم موافقة على الجرعة الثالثة فشل اللقاحات واضح وصريح المتحور الهندي جاهم أكبر تحدي وراح يطلع متحور جديد يعني مثلا تركي أو هندي أو سوري أو عراقي أو كويتي أو خليجي سعودي إلى آخرية كل متحور كل متحور يعني تحتاج رعا رابعة وخامسة أو سالسة إلى آخرية وهكذا يعني كل متحور جديد هو تحدي حاليا تم الطعن على القرار في المحكمة الإدارية في تحديد جيسه بشهر ستة طبعا أي مواطن صدر هذا القرار ورأى أن هذا القرار مجحفا بحقوقه وحرمانا لحريته ما عليه إلا أنه يتوجه للمحكمة ويرفع دعوة قضائية بإلغاء القرار الإداري في المحكمة الإدارية ويأخذ موعد جيسه وبإذن الله أنه راح يلتغي القرار وحق التقاضي مكفول للجميع هذا قرار يعني أنا أصفه بتخبط حكومي ويعني أدعو لعدم المكابرة فيه أنتم اتخذتوا قرار وقرار خاطئ يجب أن تراجعون أنفسكم قانونيا تقريبا أغلب القانونيين قالوا غير دستوري وغير قانوني وأنا أيضا قانوني الموضوع ماه ماه حكر على المحاكم الكويتية حتى لو مثلا السلطة الغضائية قالت غرارها مثلا بالرفض أو اللي يكون يعني في عندنا وسائل وايد ثانية نقدر نأخذها في عندنا يعني منظمة حقوق الإنسان في عندنا المحاكم الدولية في عندنا محكمة لهاي اللي في هولندا يعني يقدرون ينصفوننا في هذا الموضوع أحاول بكل ما أتيت من قوة أن أستخدم أدواتي يعني أنا استعنت بالرأي العام وحاولت تنوير المواطنين وأيضا رسالتكم الإعلامية مقدرة وتساهم أيضا تقدمت باقتراح بقانون بتعديل قانون الأوبئة والذي اعتبره قانون رجعي يعني متخلف يليق بالستينات ربما ولكن لا يليق بالألفية الجديدة في الاقتراحات بقانون سلاح أيضا وجهت أسئلة برلمانية وجهت سؤال للأخر رئيس الوزراء عن هذه التناقضة كيف تمنع هنا المواطن وتسمح هنا وهناك وهناك ثلاث شرائح مختلفة من الوافدين بالقدوم دون تطعيم مع الأسف حكومتنا تصدر القرار وبعد ما تصدر القرار ترجع تفكر ترجع تسأل فيه بعد ما تشوف السوشال ميديا والمواطنين صار فيه ردة فعل على القرار اللي تم إصداره أظن أن الإدارة الصحية بحاجة إلى ترك الانفراد وتوسيع دائرة اتخاذ القرار نلمس من الأطباء ومن المهتمين من قطاعات الثانية الصيدلانية والدوائية والعلاج حتى النفسي وغيرها من علاجات أن هناك احتجاج على احتكار القرار بأن هناك تغييب للمعلومة واحتكار للقرار بدائرة ضيقة وزارة الصحة بعض القائمين عليها عبالهم أنهم يملكون الناس لا أنت لا تملكني أنا جسدي مقدس حطه بالهوية الحين حالة التطعيم أنت ش عليك مني أنا شنو حالة التطعيم ماذا أنت بتراويني مثلا شو؟ تراويني عضلاتك أن أنا قدر أسيطر عليك؟ لا لأن الشعوب لها حد ترى لها حد الفترة اللي إحنا فيها الحين أصلا كان يعني بإمكانها الوزارة أنها تسوي أجمل علاقة مع الشعب عن طريق شنو؟ البرامج التوعوية، التطمينية، تعلمني أهمية جسمي، تعلمني فائدة جهازي المناعي اللي الله خالق لي إياه تعلمني أهمية تغيير نمط الحياة أن يلا أنا الأوان أنك الحين تاكل عدل، تتحرك عدل، تترك الحالة النفسية الكئيبة الأمور هذه كلها إذا تفتحافظ على نفسك من الكوفيد أو من الأمراض المثلا المعدية بس للأسف اللي صار أن وزارة الصحة بطريقة غير مدروسة قاعدة تقدم رسائل ما أنزل الله بها من سلطان راح تموت، راح تموت اللي حواليك ولا إعلان طلعوا لنا يا أحد قاعد يبتسم بالإضافة إلى ظهور سلالات جديدة من الفيروس ولذلك يجب علينا الجدية بالتعامل مع الوباء دون تعاون وأقول لهؤلاء وبكل وضوح اتقوا الله في وطنكم وأنفسكم وأهلكم الوباء لم ينتهي وأيام الوباء العصيبة أمامنا وليست وراءنا فأنا كنت أقدر أركز على الجانب الصحي هذا بدل ما أن أنا أجبر الناس بطريقة سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة أو أن أنا أرفع نسبة الاسترس عندهم يعني مثلا قرار الحضر بالمدة الطويلة هذه ترى سبب لنا يعني مشاكل نفسية الكبار والصغار رفع عندنا نسبة الاسترس والكورتيزول وضعف جهاز المناعة الموضوع يعني جدا على كثر ما هو كومبليكيتد على كثر ما هو مؤقت ترى هو بسيط لو إحنا اتخذنا قرارات شوي أشمل وأفضل من القرارات اللي موجودة الحين صار لنا إحنا تقريبا سنتين إحنا في هذه الجائحة تعتبر فترة ذهبية للإعلام الطبي إنهم يواعون الناس على أهمية الصحة العامة وأهمية الجهاز المناعي اللي الله خالق لي شد بلاده مثل ما يقولون بدل ما أنت تي تروعني وتخرعني وتهبط جهاز المناعي من الخوف وتخلي إعلام موجه بسبب الخوف أنت يعني لم تحسن اختيار المادة العلمية لهذه الفترة سؤال آخر هل هناك دولة أو منطقة يعني تغلبت على الوباء بفعل التطايم؟ دائما بتجاوب على هذا السؤال يتم الإشارة إلى بريطانيا والمتكلم خريج بريطانيا وعندي أخوارها فرحة جميلكم خبر من بريطانيا قد يكون مفاجأة للجميع بريطانيا دولة سباقة بالتطايمات وتعلن أنها لم تسجل أي حالة وفاء قالوا أنها بسبب لقاحات الكوفيد والحقيقة ليس هذا هو السبب لماذا؟ لأن بريطانيا أعلنت صراحة وعلى لسان ناطق كريس ويتي كريس ويتي صرح وقال قال سوف نتعامل مع مرض الكوفيد على أنه سيزن الفلو فلاونزة موسمية إضافة إلى أن أوروبا بأكملها لم تصل إلى نسبة 22% أتكلم عن الجرعة الثانية لم تصل 20% فكيف دولنا العربية تريد تلقّح وتريد تلقّح كل شعوبها وتعالوا لقّوهم فما ترهم يعني حقيقة أشرت صحيفة اليورك تاربز الأمريكية أن خمس ملايين أمريكي أخذوا جرعة الأولى لم يأخذوا جرعة الثانية يعني فهربوا من الجرعة الثانية بالحقيقة وأن مراكز التطعيم في أمريكا على وشك الإغلاق هذا الكلام موثق وثقته صحيفة اليورك تاربز الأمريكية هذه دلالات واضحة على فشل اللقاحات وعدم إقبال الناس عليها إحنا شفنا ردة فعل الشارع الكويتي بخصوص موضوع قرار منع سفر المواطني وغير المطاعبين طبعاً ممكن يعني يكون أداة لشراء الوقت وأداة لضغط اللي جعل أكبر عدد من الناس أنهم يلجوون وتطعيمه صراحة شفنا شفنا شيء هذا يعني في ناس وايد يضلوا القرار هذا ما كانوا يطاعوا لكن غيره وأراءهم فأوحى الصورة أن هذا هو المطلوب النهاية اليوم صراح حريتي وقراري واستخدامي لحقوقي الأساسية وإذا أنا قبلت لزميلي غير المطاعم أن ينتقص حقاً بالانتقال غداً أنا حقي بالانتقال ولو كنت مطاعماً سيتم انتقاصاً لذلك أنا بالحقيقة عندما أدافع عن بقية المواطنين أنا أدافع عن حقوقي وحرياتي يقول أحد المفكرين يقول أنا مستعد أن أموت من أجل رأيي لكني مستعد أيضاً أن أموت من أجل أن يسمح لك بأن تقول رأيك فأنا أقول يجب أن نكفل الرأي والرأي الآخر ولا نسمح أن تغدو الكويت لوناً واحداً رأياً واحداً قراراً واحداً اللي خلاني أطلع اليوم وأتكلم بالموضوع هذا هو إيماني بأخلاقيات المهنة هناك أمور عديدة كان المفروض أن يتم عملها لم يتم عملها بالإضافة إلى القرارات التعسفية اللي قاعدين نشوفها هالأيام وقاعدة تسبب نوع جديد من العنصرية إحنا بغناء عنها بس لما أنت تي تحد من حريتي أو تربط السفر باللقاح لا أنت خلقت سجن كبير قد يكون عن قصد وقد يكون عن غير قصد وقد يكون عن جهل فإحنا خلقنا أحرار ما تي أنت تقيدني ما تي أنت تقلقين لائد أنت ترى أحرار ترجمة نانسي قنقر واثين مفروض رصة لأسفاق كذلك وقد تركب أن يصنع من سنة واثين مفروض وви وطاق وغير وزن وفرص عمل اشتركوا في القناة